اشتركوا في القناة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارضة ومن الجانب الإيطالي سعادة السيدة لوينزا بوناكورسي وكيل وزارة التراث الثقافي والانشطة والسياحة بالجمهورية الإيطالية تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة التدفقات السياحية عبر تشجيع الرحلات الفردية والمنظمة بين البلدين إلى جانب توطيد الشراكة في مجال الترويج للمنتجات الغذائية والزراعية والمنتجات السياحية المختلفة بما فيها السياحة المستدامة وسيلتزم الطرفان أيضا بتكثيف التعاون بين الهياكل الإدارية وتنظيم برامج تدريبية في إدارة السياحة وسيشترك البلدان في تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتنظيم والإدارة في مجال السياحة وتتضمن مشاركة آخر مستجدات التشريعات السياحية وجمع بيانات وحصائيات السياحة مع الاهتمام بحماية التراث الطبيعي وتعزيز الوعي به عبر مختلف الأنشطة السياحية وقد أكد سعادة السيد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أكد أن هذه الاتفاقية تصب في تنشيط القطاع السياحي في البحرين وستسهم في توفير فرص عمل جديدة تدعم النمو الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وقال سعادته إننا نعتز بإقامة هذه الشراكة ونتطلع قدما لتحفيز السياحة الثنائية بين المملكة وإيطاليا والاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشاركة للبلدين على مختلف الأصعدة شكراً رحيم ضمن زيارة سيدي صاحب السمو والي العهد إلى الجمهورية الإيطالية الشقيقة الصديقة وقعنا صباح هذا اليوم التفاقية للتعاون المشترك مع وزارة السياحة والثقافة الإيطالية لدعم وتطوير صناعة السياحة بين المملكة البحرين والجمهورية الإيطالية بحيث أننا ننوي إن شاء الله افتتاح خط مباشر إلى إيطاليا مع شركة طيران الخليج الناقل الوطني في بداية شهر يوليو القادم ونبقي إن شاء الله أن نستفيد من وجود هذا الخط في تحفيز السياحة البينية بين البلدين وأيضاً تحفيز التبادل التجاري في هذا المجال فالحمد لله أعتقد هذه خطوة أولى في طريق طويل إن شاء الله لنجاح بين البلدين في هذا المجال الحمد لله يعني اشتغلنا مع السلطات الإيطالية بتعاون وشيك على تحقيق هذه القاية واليوم نحن إن شاء الله في نقطة البداية بوجود هذا البروتوكول الرسمي اللي إن شاء الله ممكن نستثمره لتطوير التعاون السياحي والتبادل السياحي بين البلدين نأمل من القطاع الخاص في البلدين أن يستفيد من هذه الاتفاقية لتفعيل التبادل في هذا المجال وإن شاء الله تكون لهم بداية انطلاقة لشيء جديد طبعا البحرين في هذا العام هي عاصمة السياحة العربية مدينة المنامة ونحب نستغلها الحدث في ترويج البحرين للعالم ككل عقدنا اجتماعا تخلى لهم مباحثات في غاية الأهمية مع وزير السياحة البحريني ووقعنا اتفاقا للتعاون والتبادل المصالح المشتركة وخصوصا في المجالات السياحية فالبحرين دولة مهمة وتمتاز بخصائص مهمة لنا وعلينا أن ننميها ونطورها خلال الأشهر القادمة سواء بالنسبة لإيطاليا أو للبحرين وعلاوة على ذلك تشكل البحرين بالنسبة لنا شريكا حيويا في المجالات السياحية والثقافية سواء بالنسبة للمجالات السياحية والثقافية